لا سلامة قبل الموافقة على الشروط وتلك تعقيدات قديمة جديدة يضعها الانقلابيون قبل الدخول بأي تسوية سياسية قادمة وبينما تكثف الدبلوماسية الدولية تحركاتها بين صنعاء ومسقط لا تزال ميليشيا الحوثي تتمسك بشروطها في معالجة الملف الإنساني وهي مقدمة تسعى الميليشيا من خلالها للحصول على اعتراف دولي وشرعي بدورها كقوة لا يمكن تجاوزها في المشهد من جهة ومن أخرى نيل النصيب الأكبر من كل موارد البلاد مؤخرا كشفت مصادر سياسية مطلعة عن لقاء غير معلن جمع مجلس القيادة الرئاسي في الرياض مع سفيري السعودية والإمارات لدى اليمن نوقش خلاله ما تم التوصل إليه مع الحوثيين حول ملفات دفع الرواتب وفتحا لميناء الحديدة ومطار صنعاء وعلى الرغم من فشل مسار المفاوضات السابقة والتي تمت برعاية أممية بين أطراف الصراع وذهاب ثمارها لصالح الحوثيين وفق لما يراه مركز دراسات أمريكي لا تزال العديد من العوامل والاعتبارات تحول دون التوصل لاتفاق جديد ولا يزال السلام بعيدا عن متناول اليمنيين وما يجعل الحوثيين أكثر تمسكا وتمترسا خلف أهدافهم والإدراك بأن دولتي التحالف السعودية والإمارات تريدان الخروج من ورطة الحرب في اليمن أكثر مما تريده الميليشيا